في أخبار كتيرة جدا بتحصل تقريبا يوميا بتختار إزاي الخبر اللي انت هتتكلم عنه أوكي ده سؤال سؤال مهم وإجابته ممكن تبقى طيب دلوقتي زي ما انت قلت الأخبار بقت كتير والواحد بقى محتاج حتى يعني أنا فيه أخبار ببقى الخبر ده حس إنه خلاص كل الناس على ما بفتح بس كده بلاقي كل الناس كلمت عنه خصوصا لو تحاول لترند بالزبط وبالذات الترند يعني أنا حتى ما بحاولش أخد الترند قوي علشان بحس إنه خلاص انت جبتوا المعلومة من ألف حد لو هتكلم على الترند بحاول أجيبه من زاوية مختلفة بحاول أقول فيه شوية رأيي بحاول أحاول أوصل المعلومة من اتجاه ممكن ما يكونش الناس فكرت فيه وده المجهود اللي احنا بنحطه وبنتعب فيه فكرة إن أنا أقول المعلومة بشكل الناس تفكر فيها بطريقة جديدة كنت في الأول رايح في اتجاه إن أنا لأ أنا هقول لكم كل الأخبار وهسحى الساعة 8 الصبح على بالليل أنا معيكو أي خبر هينزل بعد كده لقيت إنه لأ أنا أفضل إن أنا روح في الاتجاه بتاعنا أنا هقول لك الخبر اللي أقولوا لك هيبقى مختلف وهيبقى بشكل وهيبقى خبر مهم جدا أنك تعرفه يعني زي ما بنتكلم على الزكاء الاصطناعي أنا شايف إن ده ده اتجاه مهم جدا الناس تفهم فيه أكتر مثلا النصب اللي ممكن يحصل عن طريق الزكاء الاصطناعي ممكن نتكلم على فلسطين طبعا دي قضية بالنسبة لي يعني مهمة جدا واتكلمنا فيها ومهما نتكلمنا فيها الموضوع بيبقى دايما لا فيه أنجلز الناس ما تكلمتش عليها وفيه حاجات لسه الناس ما فكرتش فيها فبس هو ده الموضوع بيجيلي من الحتة دي إن أنا ببقى الموضوع لازم يبقى بالنسبة لي أنا مهم الأول ولازم أبقى شايف إن أنا هقوله بشكل مختلف